نجح فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة سهاج في تحقيق نسبة 192% من إجمالية الخطة المستهدفة خلال هذا العام لمحو أمية الكبار يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة وجامعة سهاج كما حصلت سهاج على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محو أمية الكبار والمتسربين من التعليم بقرى حياة كريمة بعد استهداف تلك القرى بعدة قوافل توعوية وتعليمية حفظ سهاج في خفض معدلات الأمية بالمحافظة من خلال الشراكة المتميزة ما بين جامعة سهاج والهيئة العامة لتعليم الكبار حيث بلغ نسبة ما تحقق من إنجاز حتى هذه اللحظة 192% من الخطة المستهدفة وذلك مقارنة بالعام الماضي والذي تحققت فيه نسبة إنجاز عن ذات الفترة قدرها 70% وهذا التميز وهذا الجهد المفزول يأتي كثمرة طبيعية للتحرك على مستوى القرى المستهدفة في محافظة سهاج ولسيما قرى المبادرة الرئاسية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الحضور في امتحانات محو الأمية وبالتالي ارتفاع معدلات النجاح الهيئة بالشراكة مع الجامعة نفذت العديد من النجاح نفذت مدرية الصحة بالمينيا أعمال قافلة طبية بقرية تأدير الجرنوس التابعة لمركز مغغة وتأتي القافلة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصا على صحة وسلامة المواطن وتقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات من خلال تنظيم القوافل الطبية بصفة مستمرة وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمينيا محمد نادي أن فعليات القافلة أصفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1676 حالة وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وذلك خلال يومي 4 و5 من مارس الجاري ترجمة نانسي قنقر